السلام عليكم ورحمة الله ازاكوا شبه بعمليني معكم حسام علي وان شاء الله فيديو جديد فيديو عن كل الطباء اسنان الفيديو طبعا ما حدش طالغوا مني بس انا حبيت اعملو كده ايه غتاتة مني ورخامة بس اعتمان اعجبك وتسمعو ويارد تشيرو وتعملو سبسكرايب وتفعلو لزر الجرس وباذن الله هنتكلم نهاردة عن كل الطباء اسنان طيب انا بها اتكلم دلوقتي الكلام دلوقتي اللي هوجهه هوجهه طالب السنوية عمال اللي هو اللي ساقص داخل كلية الطباء اسنان لداخل كلية جديد هو ياما داخلها عشان حاجتيني يا فيا انا عشان اهله عايزينه يدخلها يا اما فيا حلب المجال لهو حابب المجال ده هنتكلم عليها بعدين انما لو عشان اهل وهم اللي عايزينه يدخلها انا اقول لك يهربه واسيبك من كلية لانك مش هتنفع فيها وسدع finale كلية مرهقة جدا ولو انت مش حابب الكلية سيبك منها سيبك منها بس عاشا النبي واخدي نبالين طيب لو انت دخل كلها حبيبها لو انت دخل كلها حبيبها هتمشي وعتعد في يومك ان تجيب فهمتيازات بس هي الفكرة كلها مرهقة وصعبة كلها صعبة ومرهقة مرهقة لمرهقة بدنيا انت بتشتغل كتير في كلها وفي ساكاشن طويلة وفي شغل غير ان هي مرهقة من ناحية التعليم لانك انت بتدرس اسنان بس انت بتدرس مواد كتير بتدرس مثلا انت عندك لو هنقسمها كل طب الاسنان تبع عندك ست سنين ست سنين خمسة دراسية واحدة امتياز هنسيب الامتياز على الأجام هناخد الخمسة دراسية الخمس الدراسية بتتقسم على مجموعتين مجموعة اللي هي تلات مجامعة معلش مجموعة Leanic ومجموعة Clinic مجموعة YeaSix بتبع اخد اول سنتين وعلى حسب اي جامعة بقى انت مثلا عندنا هنا في الجامعة اللي انا في زينا كان انت عندنا المواد البيزيكس اولى وتانية. في جماعة تانية بتلخبط. اه عندنا ايه مسلا? اه المواد البيزيكس اللي هي في سنة اولى بناخد مسلا مواد كلية علوم. في جماعة العامة بيودهم كلية علوم اساسا بيودوا الطلبة كلية علوم. ما بدخلهمش كلية اسنان غير السنة تانية. اللي هو ايه بيقول لك خلص انت كده كده هتاخد كلية علوم بدل ما نود دكاترا يروحو لك ويرجعو لك وبتاع. وفي حاجة ما تقولش عالدكتور مدرس لانك تقول لك مدرس دلوقتي. بس هو عطولها مدرس عشان هتبقى مصيف. المهم الدكتور بيوفره انه وده كده تروح وترجع فتقول لاخد لا اخد في كلية علوم وخلص. وبعد ما بتخلص دي مواد كلية علوم اللي هي مثلا زي الارجانيك انوارجانيك كيمستري اه فيزيكس مثلا بتاخد اه فيزيكس اه بتاخد مادة تخصص ولاية دينتال اناتومي. دينتال اناتومي دي من اهم المواد خلفالك اللي في الكلية. سداني وما باهزارش من اهم المواد. والعمل بتاعها اهبل شوية وفيه كمية غباء وبتحس نفسك ان انت لما تبقى رايح تشتري الشراب الحريمي ده بتبقى مصيبة. ما تبقى رايح تشتري الشراب الحريمي. الشراب الحريمي ده عمل لنا مشاكل كتير عشان نشتري. انت العمل بتاعها ان انت بتجيب واكس شامع واكس وبتجيب نايف وكارفر ونبكن. وبتشتغل انت بتنحى تشكل السن. وطبعا عشان تعمل لها وتزبطها كده اللي هو تلمعها تلمية جزم. دي بتعوز تعمل ايه? عشان تلمعها تلمية جزم دي بتجيب شراب حريمي في ليه? بتروح تشتري من المكتبة. والسداني ما بوزرش بتوبقى فضايح نسبة فضايح كتير يعني. يعني انت رايح لانا لما كنت راح اشتريه بقول له راجل عايز شراب حريمي. فالمهم اداني واحد فبقول له ده مش ناعم ما انا عاوز اناعم. فبصلي كده بصة انا حسيت ان هو صراحة بقول لي انت شكلك واحد من توتر ريمبو وهتوبقى مصيبة. فالمهم ان اهنا خلصنا الموضوع بتخش على سنة تانية بتدرس مواد طب بشري. مواد طب بشري ديت اه مواد طب بشري بتوبقى عندك بتاخد فيسيولوجي بسولوجي اه اورال بيولوجي دي مادة في الاسنان ومادة صعبة جدا بتخش على تالت اللي هي سنة احنا خلصنا البيزيكس هنخش على البري كلينك البري كلينك انت بتدرس مواد من الكلينك بس هي على الكاست بتدرسها على الكاست زي على الكاست يعني مسلا تدرسها على السنان الاكريل. الاسنان كده بتشتغل على ها بيجيب ادوات بتدفع لك مبلغ برضو مش قليل يعني بمبلغ كبير وبتدرس فيها بتخش بقى على رابعة بتدرس مواد اكتر يعني مواد لها علاقة باللي انت درسته بس وفي مواد تانية بتنضاف ودي طبعا سنة رابعة دي عندنا في الجامعة من اصعب السنين اللي موجودة في الكلية او في الجامعة بتاعتنا كلها. سنة رابعة اسنان لانها بتبقى سنة صعبة وبنسجل فيها اربعة عشرين ساعة وتقريبا ببو في حدود عشر مواد غير الساكاشن وتبتدي تبقى تشتغل على بيشنت وطبعا رهبة البيشنت بتبقى من اكتر الحاجات اللي الواحد بيخاف منها انت بتخاف تطيار له لسانه وتعمل له تعور له خده وتبقى شغلانة اساسا والرهبة والامال قبل ما ينشف وحاجات يعني هتعرفوها وان شاء الله ما تدخلوا الكلية بازن الله وربناك يعني ايه كملها لكم على خروة وتوصلوا سنة رهبة المهم ان انت في الفترة دي بتستثمر نفسك دراسيا ومعلوماتيا في الكلية وتقدر ان انت تزود نفسك في المعلومات والحاجات وتاخد كورسات والحاجات كلها عشان تبتدي تطلع بره الكلية هيبقى ده واحد في المية من اللي هتعمله وبعد كده انت ده كله هياهلك ان انت تبتدي تدرس بعد الكلية اي نعم في ناس بتدرس دراسات عالية وفي ناس بتكمل كورسات وحاجات بس لازم تشتغل على نفسك عشان ربنا يكريمك وان شاء الله هعمل لك فيديو تاني ازاي تجيب امتياز في الكلية طبعا انا ما بعملش بالنصائح بتاعت الامتياز دي لانا مش عاوز اجيب امتياز مش عاوز اتحرك دماغي يعني فالمهم ان انا هعمله لك بازن الله يوب الفيديو انا ازاي تجيب امتياز في الكلية باذن الله ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم وسعد اخوكم يا شباب عشان احنا في يلا السرماني اشتركوا في القناة